بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد سبحانه أدعوه بدعاء الملائكة حملة العرش وأقول له يا رب العالمين سبحانك على حلمك بعد علمك سبحانك على عفوك بعد خدرتك يا رب العالمين سبحانك شهدت لنفسك بالوحدانية قبل خلقك فقلت شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن جميعاً نشهد بما شهدت به لنفسك بأنك أنت الله الواحد القهار ونستودعك يا الله هذه الشهادة لتكون لنا نوراً على الصلاة يا رب العالمين شهد الله لنفسه بالوحدانية قبل خلقه لأن العباد غير قادرين على أن يشهدوا لله سبحانه وتعالى الشهادة الحقيقية شهادة بالوحدانية لن تليق بذاته المقدسة فشهد الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه لا إله إلا هو وصلاة وسلاماً يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب البائسين دخل النبي عليه الصلاة والسلام حجرت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوجد كسرة خبز ملقات على الأرض لكسرة خبز مرمي على الأرض فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وعلم السيدة عائشة وعلمنا نحن معها درساً في احترام نعم الله في احترام نعمة رغيف الخبز قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة حسني جوار نعم الله الله أكبر يا عائشة حسني جوار نعم الله فإن النعمة إذا دخلت إلى أهل بيت فلم يصونوها نفرت منهم زيك لو لا يتحد عنده نعمة وزالت من وجهه فاعلم أنه لم يشكر الله عليها لأن الله سبحانه وتعالى يقول لإن شكرتم لأزيدنكم اللهم صلي على الحبيب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجوز برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل اتصال اللي حتطد على الشاشة قدام حضرتكم ولسه النهاردة بنواصل حديثنا في بستان آيات وحكايات النهاردة بنتكلم عن الآيات التي وردت في صورة القصص واللي بتكلمنا عن قصة السيدة صفوراء من صفوراء؟ قلت مبارح إنها ابنة شعيب عليه السلام كان طبعا موجود في أهل مديم وإنها طبعا كانت قابلت سيدنا موسى عليه السلام وربنا حكنا هذه الحكاية وسيدنا موسى زي مبارح خرج من مصر هنا خرج منها خائفا يترقب قل ربنا الجني من القوم الظالمين دعا ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيقولنا إيه؟ ولما ورد ماء مديم وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذوداني قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير المرأة تخرج للعمل إذا احتاجت العمل أو احتاجها العمل خرجت لأن طبعا والدها شيخ كبير رجل مسام ويحتاجت أنها تعمل ولا حرج في ذلك على الإطلاق وطبعا فسقى لهما موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سيدنا موسى دعا ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول له يا رب لأنا عملت ده حاجة بصة جدا كان نفسي أعمل حاجة أكتر من كده وده حاجة مهمة جدا يا جماعة أن النفس الطيبة بتحمل الخير للناس كلها أن النفس الطيبة ما بتعرفش الغل ما بتعرفش الحقد ما بتعرفش الحسد دايما رضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره الأب اللي هو شعيم فوق بأن ابنتين جاءت مبكرا سألهم إيه اللي حصل جيتوا بادري ليه فحكوا له حكاية سيدنا موسى أنه شاب وقوي جدا وأنه ساعدهما في حل هذه المشكلة وفي رعي الأغنان وطبعا جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجرى ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين درس مهم جدا لازم نتعلمه كل البنات اللي شايفيننا دلاتي زي قلت مبالح وبقول تاني البنت لما تحب ولد تعمل إيه وتصرف إزاي البنت لما تحب ولد تروح تتجوز مرأة أهلها ولا تعمل إيه الحب مش عيب يا جماعة وذا الحب عورة الحب ده قيمة عظيمة جدا أعظم قيمة إنسانية هي الحب في هذه الدنيا عشان كده لقينا طبعا هذه المرأة هي السيدة صفوراء ابنة شعيب قالت إحدهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين البنت لما تطبط بولد تروح لازم تقول لي وليها أمرها لازم تقول لأهلها ما تروحش تروح تكتفي مع شاب وتكلم معها لا فروح تقول لي وليها أمرها ولا أمرها يتصرف في هذه المسألة حنواصل حدثنا في هذا الموضوع ولكن بعد هذا الاتصال التليفوني أستاذ فاطمة سلام عليكم أستاذ فاطمة ألو طيب يا أستاذ فاطمة ألو عليكم السلامة الله وبركاته فضلي فأني ما اسمعك لو طمحت أنا مخطوب أيوة مخطوبة بعدين يا فاطمة كتاب كتابي من أميس أسبوعين فلو طمحت يعني يعني خطيب ده وجدي لغير علي جأنز ومسلا ومسلا ويحمس يعني بيغير عليك غير يعني غيرها مرضية يعني فأنا معرفش أنا بسأل حضرتك إن أنا أعرف ده إيه ده وبيغير عليك جدا يعني زي إيه قديني موقف كده مثلا بيعملي يعني متكلميش حد خارجة مع بابا وماما لا ما تخرجيش مثلا لبسي هو كتب كتابه ولا لسه لا كتب كتابه قبل كده برضي تنفسر حورات دي قبل كده نفس حورات دي إنت لسه قاعد عند بابا وماما ولدك لكن جوزك إن شاء الله لما تروح عنده البيت يبه هو مسؤول عندك وإن كم من الأفضل يعني قولي له قولي له أنا رحيح مشوار عنده كذا عنده كذا عنده كذا وفي هذه الحالة وحاولت تتغلبي على هذه الغيرة اللي عنده إنك تسخي فيه وتخليها تقفيك إن شاء الله حضرتك برضو مو بيمنعنا عن صحابي وكده يعني بصحابك إيه تعودي معهم يعني أوي ما تكلميش بي ما تروحيش عندي دي ما تشوفي يعني إيه الأسباب اللي خلقته منعك منك تكلمي دي وما تكلميش دي لا ما يمكن دول مش كويسين فعلا يعني أنت شايف أنهم كويسين ولا مش كويسين هم كويسين حتى حضرتك ممكن بيقول لي أنا بغير عليك من وردك وردك والله شوفي الغيرة إذا كانت محمودة ده كويس جدا ربنا نفسه بيغار على عبده ورسول صلى الله عليه وسلم كان يغار على زوجاته ويوجدنا بنا غار ما فيش مشكلة خالص بس المهم ألا تتحول يا بنتي الغيرة إلى مرض وإلا هتجلب لنا مشاكل كثيرة جدا المفروض أنها دائما نعم أعودي معاه وفهميه ويقولي أنا بعملش حاجة غلط ودائما خد رأيه وحاول تتحول معاه الحوار يا بنتي بينك وبينه يا أقنعتيه يا أقنعك هو ده اللي يرد ربنا سبحانه وتعالى إحنا لسه متواصلين مع حضرتكم وبرنامجكم حجاوز براحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي حتتضع على الشاشة قدام حضرتكم ولسه بنكلم نارضة في قصة زواج السيدة السيدة الصافوراء ابن شعيب من سيدنا موسى عليه السلام وأهم الدروس المستفادة من هذه القصة معنا اتصال تليفوني آخر معنا مين أستاذ ياسر السلام عليكم أهلا وسائل أخذ فضل أستاذ ياسر الله يخليكم السيدة فضلت الدكتور قصان طيب كل سلام أنت بخير وعفي يا سيدي اتفضل الله يخليك الله يعني سؤالين كده بعد إذن حضرتك يعني اتفضل الله يخليك يا دكتور بالنسبة للسؤال الأول يعني بالنسبة للهدايا اللي بتقدم في الخطبة يعني عندما ما يحصلش نفيد فيها يعني لما الخطبة مثلا بيقدم هدايا أكل كده فلوس بيقدموها أهل الخاطب وبعد كده ما بيحصلش مثلا إتمام للخطبة يعني هل الهدايا ده بترجع مع الدهب وبدافر جزء من الدهب وجزء لسه فهل الجزء اللي هو مثلا مدفوع من الدهب ده يعني بيترجع مع الهدايا ديت ولا الهدايا ده ما بترجع شيء تمام حاضر ده السؤال الأول السؤال التاني معالش بقى كان برا الموضوع ممكن تسمح لها تسأله يعني فضل الله يخليك بالنسبة لله للأضحية بص حياتك بالنسبة للأضحية احنا خلينا بس في موضوعنا عشان احنا برنامج متخصف لعلاقات الزوجية اسمنا برنامجنا اسمه حجوز فاريت حياتك طبعا إن شاء الله ساعة سبع مساء برنامج فتاوى الناس تكلمهم في هذه المسألة عشان وقتنا وعشان احنا نهاردة بنيكلم فيه قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام من سيدة صافراء لكن فيما تعلق بالهدايا التي يقدمها الخاطب أنا عايز بس أقول الأول لكل بنات اللي شايفينها اللي بيسألونا خطيبي بيطلب حقوق يا جماعة الخاطب إنسان أجنبي عن الفتاة ليجلس معها إلا بمحرم وليخرج معها إلا بمحرم احنا رتبنا على الخطوبة شيء وشويات الولد بس بمجرد بيروح يتكلم على البنت يسمحوله بحاجات كتير جدا المفروض الخاطب ده إنسان أجنبي عن الفتاة هو بيقدم له طبعا هدايا إذا حصل فسخ لي الخطوبة سواء كان الفسخ بسببه أو بسببها بترجع له طبعا الشبكة لإن جزء من المهر تبقى لرأي دار الإفتاء في هذه المسألة لكن حاجات بقى الأكل والشرب وقد نرى حاجة ساعة نطلق منه تأمانها طبعا ده كلام يعني ما ينفعش آه يعني ما ينفعش في هذه المسألة أنت جايب لها حاجة هدية أو كأنك دخلت عند الناس وجبت لهم زيارة ولا حاجة فمش هتطلب حاجة وهم لو أكلوك برضو مش هتطلب منك تأمان الأكل يعني ولا حاجة لكن الحاجات العينية اللي هي زي الشبكة والحاجات الشبكة لابد أن تعود للخاطب سواء كان الفسخ بسببه أو بسببه لأنه وده الشبكة دي على أساس أنه هو حي تجوزها هو ما تجوزهاش يبقى في هذه الحالة حكتوا رجع له والبنت أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها بواحد تاني أفضل بإبن الله سبحانه وتعالى نحن لسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم ستجوز نتكلم اليوم عن قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام بسيدة صافراء قلت لكم قول الله سبحانه وتعالى قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين خدوا بقى حضراتكم البنتها لما ارتبطت نفسيا بسيدنا موسى عليه السلام طلبت من ولدها بطريق الإيه؟ بطريق التلميح للتصريح ما قالتش مثلا أنا جايبها لكم عريسة هو أنتوا عارفين لما جوزته ليش هروح أتجوزه من وراكم وعمل لكم فضيحة وخلي رقابتكم في الأرض وخلي رجلكم تمشي في الوح لا ما ينفعش البنت الكويسة اللي عارفة ربنا سبحانه وتعالى ما تعملش كده البنت الصالحة اللي عارفة ربنا سبحانه وتعالى لازم تعرض الأمر على أهلها وتثق فيه الرأي اللي حيقوله لها لأنه هم أكثر خبرة منها وريد نعرف كلنا لو كل واحد فينا بدأ كل شاب يشاهد فينا دلوقتي بدأ من حيث انتهى أبوه مش حيبة فيه مشكلة ولو كل بنت بدأت من حيث انتهت أمها مش حيبة فيه مشكلة لكن المشكلة أن كل شبابنا وأولادنا عايزين يكل واحد يجرب بنفسه عايز يصل إلى النتيجة بنفسه وتكون النتيجة أنه بعد ما يجرب يكتشف أن والده كان صح أو أن والدتها كانت صح فالمهم يا جماعة نحن ناسق في أراء أبأنا وفي أمهاتنا ويكون دايما حوار في داخل الأسرة سافراء قالت لوالدها طبعا بطريق التلميح لا التصريح لأنها بنت مؤدبة يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين هو قوي وأمين علامة إعجابها به أنه قوي وأمين قوي لأنه حمل حجر ضخم جدا معنى البير لا يستطيع أن يقع على حمل عشر رجال وأمين لما قالت له طبعا أن أبي يدعوك ويمشي معاها طبعا مشي كتمشي قدامه فالهواء كان بيعبث بثوبها فقال لها لا أمشي أنا قدامك وطبعا شاوريلي قضيفيلي طوبة أو حجر قوليلي يمين أو الشمال فده برضو دليل على عفة موسى عليه السلام ودليل على حاجة مهمة جدا النظر يا جماعة النظر يا جماعة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح النظرة سهم من سهام إبليس ألقاها في جوف ابن آدم من اتقاها ما خفت الله سبحانه وتعالى أورسه الله عز وجل إيمانا يجد حلوته في قلبه وعايز أقول لكل الشباب اللي شايفيننا دلوقتي شوفوا سيدنا موسى رفض أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى النظر أنواع خدوا بالكم في نظر حلال وفي نظر حرام النظر الحلال زي إيه ربنا أدنا في القرآن قولوا انظروا ماذا في السماوات والأرض يعني النظر إلى أن نتأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى فنكتشف كلنا كده أن الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحان ذات أمواج ألا يدل كل ذلك على وجود الله عز وجل اللطيف الخبير ده النظر إيه الحلال النوع الثاني من النظر الحلال نظر الخاطب للمخطوبة من حق الخاطب ينظر لإيه فيها ينظر إلى الوجه والكفين اشمعنا الوجه والكفين بالذات طبعا الفقاء حددوا هذه المسألة ربنا يعني ما ظهر منها الوجه والكفين معاي اتصال تليفوني آخر يا أمط الله سلام عليكم طيب انقطع الاتصال التليفوني حاول حيث تتصل بنا مرة تانية وإحنا يا جماعة لسه متواصلين مع حضرتكم وبرنامجكم حجوز مرحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي حتطاد على الشاشة قدام حضرتكم بعد قليل وإحنا طبعا بنواصل حديثنا حول قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام من استثناء فورا وكنت بكلم حضرتكم قبل هذا الاتصال التليفوني عن النظرة يعني البحلقة حرام فيه ناس تقولك يعني ايه أنا بصيت مرة واحدة لا يا جماعة فيه فرق بين النظرة والبحلقة النظرة عنك وقعت على كده مرأة ما فيش مشكلة في هذه الحالة لك الأولى وعليك الثانية لكن البحلقة حرام وبتغضب ربنا سبحانه وتعالى ولازم نتق ربنا سبحانه وتعالى معنا مين يا شيماء والسهاز محمد سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أستم محمد اسمعك لا يا أستم محمد فضل يا أستم محمد فضل سؤالك الوقت الحب حلال وحرام طب ممكن توقط التليفزيون شوية عشان اسمعك بس وقت ووقت حرام فضل الحب حلال ولا حرام طيب ماش يا سيدة عندك سؤال تاني لا طيب أشكرك شكرا جزيلا بيسأل السؤال المهم أوي هو الحب حلال ولا حرام الحب حلال إذا أدى للزواج الحب حرام إذا أدى إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى أي اتنين بيحبوا بعض لازم يروحوا على المأزون جري نبعت نجيب المأزون ونكتب الكتاب ونعل الجواب لكن واحد بيحب واحدة واحدة بتحب واحد كده وخلاص ما ينفعش لازم الحب يؤدي إلى الزواج هو ده الإرض ربنا سبحانه وتعالى وعزا أولوح حضراتكم حاجة مهمة جدا إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده المتحبين أفضل من الزواج أي اتنين بيحبوا بعض بدل ما يعملوا علاقة حرام يعملوا علاقة حلال تضرب بنا سبحانه وتعالى الحب مش عيب وده الحب عورة يعني ده يعني ده رسول صلى الله عليه وسلم دعانا إلى الحب والإسلام يا جماعة دين الحب وحواصل حديثي في هذا الموضوع ولكن بس أأذن حضراتكم أخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجاوز اتفضلوا ولسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم حجاوز برحب يا جماعة بكل أسئلتكم أستفساراتكم على وسائل اتصال اللي حتضي على الشاشة قدام حضراتكم بعد قليل ولسه النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا آيات وحكايات الآيات المتعلقة بالسيدة صافوراء ابنة شعيب وزواجها من سيدنا موسى عليه السلام والدروس المستفادة من هذه القصة اللي لازم نتعلم منها دروس كتير أوي ولا خير فينا والله إذا لم نتعلم ونقتدي بالسلف الصالح رضوان الله عليهم خلوني الأول أخذ هذا الاتصال وواصل حديثي حول هذا الموضوع معنا أمط الله يا أمط الله سلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أهلا بيك إزاي حضرتك الفضالي الله يسلمك يا شيخ أقول لك على مشكلة يا شيخ خير خير إن شاء الله بنتي متجاوزة بلا في التسنين نعم وجوزها قاعد كويس سنة والأربح سنين بهدلة ومشي مش كويس وحاجات فضيعة هو بخلفت بنتك الحمد لله معاها اتنين معاها اتنين طب سبب المشاكل إيه بها كده ماشي علاقات علاقات محرمة عندنا في البلد عامل علاقات محرمة يعني اه في البلد طب ما قلتوش ليه غلط اللي بتعمله ده ليه غلوبنا غلوبنا وجبنا له ناس الدنيا مم وبعدين غلوبنا فيه غلوبنا فيه يا فاضلك الشيخ غلوبنا اه غلوب هزلكو ومش هأكلكو تيجي تكلموا كلما وقلوا هزلك مش هأكلك مش هشربك طب ليه بيعمل كده طب ليه بيعمل كده ليه مراتو ما سألتوش يعني ايه اللي موجود عند السات التانيين دول مش موجود عندها انا حر فلوسي فلوسي شغال شغلة خلوة اه عنده فلوس اه في البترول اه فبيفتري اه انا حر انا حر اعمل اللي يعجبني مش عايزك مش عايزك نهائي مش عايزك ومش عايز عيالك انت غلطة وعيالك غلطة ومش عايزك طب سيبني قاعدة في البيت وروف مطرح مطرح وليه لا لا ما ستكيش هرميتي برا في الشارع انت وعيالك هرميتي هرميتي في الشارع طب يا حاجة ده ملوش كبير ده ملوش كبير ولا حاجة مفيش حد كبير ليه اهله فين ابوه فين امه فين امه فين خاله فين عامه فين ابوه ميت ابوه ميت وعمامه اثنان يقولوا ما نزعوا بيش نزهئنا منه طب ملوش صاحب كويس حد كويس حد يدى لص عليه محدش محدش قادرة عليها لربنا ونعمة بالله طب سؤالك ايه سيت الكل سؤالي نعم الفداية بقى يا فضلت الشيخ عشان مرضه تعبنى نفسيا ويقول لها مش هسيبك لما جب لك جلطة يا مويت لا حافظة لأقوة تالي بالله طيب يا حاجة حاضر يا حاجة شكري حاضر شكرا جزيلا حاجة بحيطك يا أمات الله معنا اتصال تليفوني اخر يا حاجة رضا سلام عليكم حالو حالو اهلا وسهلا بيك فضل يا اخي اسمعك علو اتفضل يا اخي اسمعك اتفضل اتفضل اسم حضرتك ايه رضا المواجه الساس رضا اتفضل يا ساس رضا اسمعك بس وط التليفزيون شوية واسمعنا من السماع كلمنا من التليفون الله يخليك وط التليفزيون اتفضل اتفضل يا ساس رضا السؤال لو سمعت هل يجوز بالإبن لما يكون مطلع زوجته هل يجوز للأب ان يتزوجه مطلقة الابن يعني مطلقة الابن او طيب ماشي عندك سؤال تاني لا والله لو سمعت لاني هاجي سأل السؤال بالأخير لاني فيه واحد صديقي يعني عند المشروع طيب حاضر بشكرك شكرا جزيلا خلينا طبعا نجاوب على سؤال امات الله جوز بنتها مطلعين بنتها وطبعا عنده فلوس كتير جدا وبشتغل في شركة كبيرة وبياخد فلوس كتير واللي انا هزلك وحاجيب لك جلطة يا جماعة يا كل اللي شايفيننا الجواز مش كده الجواز مودة الجواز رحمة الجواز زوجيا استحمل زوجته الزوجة تستحمل زوجها وليه نجيب لبعض جلطات ليه يعني ربنا قال في القرآن وان يتفرق يغني الله كل من ساعته لكن ايه انت تحدث الفرقة عندما تستحيل العشرة بين الزوجين لكن بقول لبنتي لو عندك امل لاصلاح جوزك بنسبة 8% او ربع في المية اجري وراء شوفي حد كبير يكلمه وعود يتحوري معاه في البيت ليه بيعمل كده لا بيغضب ربنا سبحانه وتعالى وقول له انت خلاص خلفت وعندك ولاد وعندك بنات فلازم بكرة اللي بتعمله في الناس هيتعمل في ولادك وخدوا بالك يا جماعة صدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال البر لا يبلغ والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدينه تدان يعني ما ينفعش ابدا ان واحد يتزوج من امرأة يزلها الجواز مش مزلة الجواز مودة الجواز رحمة ربنا ما شرع الزواج الزواج ده يا جماعة خدوا بالكم بقول تاني وتالت ورابع نظام عظيم لا يفسده الا المتزوجون لو واحنا هو نظام عظيم عشان ربنا سبحانه وتعالى اللي عمله لنا احنا اللي بنفسد هذا النظام بمثل هذه المشاكل انا عايز حضير طبعا كأم تدعي البنت كتير جدا بن ربنا يدي لها جوزها وعايز البنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى الصحة لزوجها وعايزها تشوف حد كبير يقعد مع هذا الزوج وينقش في هذه المسألة وكون في حوار ويريت يكون سمعني او شايفنا دلوقتي وانا بقول له اتق الله سبحانه وتعالى وخد بالك كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لنا ما اكرم النساء الا كريم وما هنهن الا لئيم خد بالحضراتكم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اعلن في اول مثاق لحقوق الانسان من فوق جبل الرحمة في يوم عرفة كان من ضمن ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهم اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من فوق ناقته القصواء في جبل الرحمة في منطقة عرفات في خير يوم انطلعت في الشمس قال انه يا سيدنا النبي واستوصوا بالنساء خيرا لي يا رسول الله واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوام لا يملكن لانفسهن شيئا وانكم قد اخذتموهن بعهد الله واستحللتموهن بكلمة الله فاوسعوا عليهن الكسوة والنفقة يوسع الله عز وجل عليكم في الارزاق معانا اتصال تليفوني اخر استاذ احمد سلام عليكم في حديث عن الرسول دهو مرضاكم بالصدقة عليه الصلاة والسلام صحيح دهو مرضاكم بالصدقة واحصنوا اموالكم بالزكاة واستخبلوا امواج البلاء بالتضرع والثناء على الله سبحانه وتعالى اللي انا عادي اسأله لو واحد رجليه مقطوع ينفع ايه ده يا ربنا ان رجليه ترجع له تاني؟ والله شوف يدعو الله سبحانه وتعالى ان يعوضه خيرا عنها ان رجليه دي سبقته للجنة باذن الله سبحانه وتعالى وان يصبر وان يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وان يعرف ان رحمة الله قد وسعت كل شيء وان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان خد منه رجلي فقد ابقى رجلي اخرى وابقى اعضاء اخرى سبحانه وتعالى ودائما الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله القائل في الحديث القدسي عبدي وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي إن لم ترضى بما خسمت لك ما كنتش حترضى بل أنا أسمته لك هتعمل فينا إيه يا رب لصلت عليك الدنيا الدنيا هتعمل فينا إيه الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية لا ينالك منها إلا ما خسمت لك ولا أبالي عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق ومع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخلفك في رزقك لماذا لأن الله يا جماعة سبحانه وتعالى يرزق الكافرين والمشركين والملحدين فما بلنا بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فدائما نحمد ربنا على كل ما أعطانا الله دائما يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصبته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له معنا الصالة الفوني يا أم محمد سلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا مرحبا الفضالية السكل أسمعي أخصي كده عند 49 سنة وقعدة ربك عيالة وجوزتهم وهي قعدة لوحديها واشنا بسرحة قعدتها لوحديها أولادها فين مجوزين مجوزين وجوزها فين مطلقة أبقى على 15 سنة مجوزتهم أيوة طيب مجوزتهم أيوة واضحة رسالتها وهي عامل عمرة عايزة واحد مجدين عارف ربنا طيب ربنا يا كريم إن شاء الله بزوق صالح عديك حديتك قلتين نهور وأكيد طبعا في الملايين شايفين حاضرتك إن شاء الله أي حد حيتوصل بنا سيبوا تليفونك عند الأستاذ الشايماء وإن شاء الله في الكنترول وإن شاء الله لو حد تتوصل بنا أكيد حنوصلكم البعض وأنا بشكرك جدا إنك حريصة على مصطحة أختك عايزة لها الحلال والزوج الصالح عشان كده يا جماعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الصحيح خير ما يكنز المرء بعد تقوى الله بعد التقوى إيه امرأة صالحة يا سلام الزوج الصالحة إيه بقى الزوج الصالحة دي مواصفاتها إيه خدوا بالكم الكلام الجميل نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الزوج الصالحة اللي قال لها سيدنا النبي إذا نظرت إليها سرّتك يا سلام مش مكشرة في وشك على طول كده وعلى طول زي عبيب أمشير في وشها وزعلانا ومدايق ومخنوة إذا نظرت إليها سرّتك وإذا أمرتها أطعتك وإذا غيبت عنها حافظتك هو دي يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الزواج احنا لسه متواصلين مع حضراتكم وبنتكلم عن أهم دروس المستفادة من قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام من السيدة صفرة معنا تصلت لي فون يا شايماء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا سلام مونة أهلا بيك أهلا بيك الحبا إزايك يا سيدة كلت فضال يا فن أنت عمي كويس الحمد لله والشكر لله أحنا من أشد المعجبين بيك الله يرضى عنك واصلح لك الحال والله أنا عايز أسأل سؤال يعني فضال يا فن أنا الحمد لله رب العالمين بصلي وبصوم وكل حاجة نعم بس بس فيشها حاجة إننا كل ما اتمنى حاجة بالله بتروح لغيري إيه تاني بيستامع ممكن توطي تليفزيون شوية حاجة مونة وطي تليفزيون شوية صوت تليفزيون عشان أسأل وطي تليفزيون فضال يا حاجة مونة كملي إننا كل ما اتمنى حاجة بالله بتروح لغيري ليه كل ما اتمنى حاجة بتروح لغيري مالكيش فهى نصيب مالكيش هو نصيب كمان أول تاني معلش بصل الاستخارة في قلبك قلبك مطمئن ايه يعني قلبك مطمئن ايوه طيب حاضر يا فنديم اشكرك شكرا جزيرا عندها طبعا الحاجة مونة بتسألنا عندها انها مش عارفة تعمل ايه يعني خير بيجل غيرها كل حاجة في الدنيا اسمه ونصيب رزقك اعرف بك منك يا حاجة مونة رزقك اعرف بك منك لو ان الانسان هرب من رزقه ركبا القطار التربيني بولوك هو القطار التربيني لجرى وراءه ورزقه ركبا الطائرة النفاتة حتى تصل الفهم بإذن الله سبحانه وتعالى انتوا عارفين قول ربنا وعسى ان تكرهوا وعسى ان تحبوا يا سعادة المحدة يحب حاجة ويا مش مصلحته فيحنا دايما نسأل وقلونا لله سبحانه وتعالى نعمل علينا واذا كان في خير خير اكيد حيجنا وقبل ما مخرج لفاصل يعني الشيخ شعراو مرة كان فلوس ضعت منه وكده فلقيته يعني أكيد قاعد يسأل خادم فين الفلوس يا ابن ذلك ما لقهاش فلقيت شيخ شعراو رفع عيده ربنا كده وقال الحمد لله والله ما أخذ الله إلا ليعطي يا سلام على الجميلة الجميلة قوي ما أخذ الله إلا ليعطي خد مني خمسين ألف هيبعتلي مليون جنيه خد مني عريس هيبعتلي عريس تاني أفضل خد مني زوجة هيبعتلي زوجة تانية أفضل بس احنا ناسق في وعد الله ما أخذ الله إلا ليعطي ليعطي عطاءه بقى عطاء ربنا عطاء كبير جدا فلازم الواحد يرضى وإحمد ربنا سبحانه وتعالى بس أزان حضراتكم أخرج لفاصل وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجوز اتفضل خلاص يا جماعة وصلنا إلى اللينك الأخير ودايما الأوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة جدا ولسه بنواصل حدثنا حول الدروس المستفادة من قصة زواج السيدة صافوراء ابنة شعيب عليه السلام من سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا موسى ده من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم وهو كليم الله سبحانه وتعالى وقلت لحضراتكم انه هرب من مصر وراح مديان وهناك ربنا كرم جدا بعد ما دعو ربنا سبحانه وتعالى وده درس مهم جدا لكل البنات اللي ما تجوزوش كل البنات اللي كل بنت قاعدة بتنتظر فتى الأحلام بتنتظر العريس تعمل ايه وتصرف ازاي الدواء اهو والعلاج اهو العلاق في القرآن دعاء سيدنا موسى عليه السلام البنت تقوله كتير اوي رب اني لما انزلت الي من خير فقير لما سيدنا موسى دعى بهذا الدعاء العروس قتله الغاية عنده تطلب ايده فجاءته احدهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قرآن بيقولينا بعد كده قالت احدهما يا ابا تستأجر ان خير من استأجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتيني على ان تأجرني ثمانية حجج ان اتممت عشرا فمن عندك ثمان حجج يعني ثمان سنين تشتغل عندي وتساعدني لمدة ثمان سنوات فان اتممت عشرا فمن عندك اكيد سيدنا موسى طبعا قضى الاجل عشر سنين وتزوج من السيدة صافوراء وخدوا بالكم في دروس كتير اول لازم نتعلمها من هذه الايات هو شعيب قال له قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين ما فرطش علي واحدة ما قالوش بلها فلانا خد فلانا قال له اني اريد ان يكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وسيدنا موسى عليه السلام تزوج من السيدة صافوراء وطبعا هي لمحت لولدها وقالت له هذا الموضوع بطريق التلميح لا التصريح فالاب كان طبعا في منتهى الذكاء وزوج موسى عليه السلام من السيدة صافوراء معنا اتصال تليفوني استاذة فاطمة سلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك اهلا وسهلا اتفضلي يا استاذة فاطمة اتفضلي انت على الهوى الو 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 اسمعك يا بنت الفضالي الو انا اتسأل عن الحب الفضالي يا استاذ فاطمة اقولي سؤالك بسرعة طيب انقطع الاتصال التليفوني اه حول التصري بنا اه مرة تانية انا عايز اقول لحضراتكم السيدة اه صافوراء ابنة شعيب من افرس الناس ده مش كلامي ده كلام سيدنا عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ليه كانت يعني عندها فراسة كانت ست ممتازة يريد كل البنات تقتدي بيها كل البنات دلوقتي الاجيال اللي عايشها دلوقتي تقتدي بالسيدة صافوراء شوف سلسة صافوراء لما ارتبطت بحد راحت عملت ايه وتصرفت ازاي عشان كده بقول لكل بنت لما تحب ولد وترتبط عاطفين بولد تقول لولي امرها عشان كده ابن مسعود بيقول لنا افرس الناس ثلاثة صاحب يوسف اللي هو العزيز مصر حين قال لمرأة اكريمي مثواء وصاحبة موسى هي صافوراء حين قالت يا ابا تستأجر ان خير من استأجر تلقوي الامين وابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حين استخلف عمر ابن الخطاب بعده باذن الله سبحانه وتعالى معي اتصال تليفوني يوم محمد سلام عليكم عليكم السلام بزي حضرتك اهلا وسهلا فضالي سلام يا شيخ انا ابني عنده 17 سنة نعم حلو طيب معلش ابنك عنده 17 سنة ربنا سبحانه وتعالى يبريكلك فيه ان شاء الله ويصلح له كل الاحوال باذن الله سبحانه وتعالى عايز بقى ارجع عليه حضرتكم وناخد كده اهم دروس والعضاط اللي بنتعلمها من قصة زواج سيدنا موسى عليه السلام من السيدة صافوراء لكن خليني اول اخد ام محمود يا ام محمود سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا شيخ اهلا بيك ام محمود فضالي اسمعك سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه ممكن ازألك سؤال فضالي يا فاندي ممكن طبعا اه فيه شخص اذاني في حياتي نعم وتوفي مات الله يرحمه نعم وبعدين انا سمحته تمام الله يفتعليك فهي يعني اه عادي يعني اه طبعا قد تنخذك انك سمحته ربنا يا كريمك ان شاء الله مهم جدا العفو ام مسمحاه بس كان غصبة عني والله يا شيخنا بس اني سمحته بقى الله يرحمه الله يرحمه بصي دايما اقول لي حديتك حاجة مهمة جدا يا حاجة اسمعيني يقول العارفون بالله من عاص الله عز وجل فيك فلا تعامله الا بان تطع الله فيه يعني يعني ايه الكلام ده يعني لو حد اذاك انت بستعمل مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير عايز اقول لك حاجة كمان مهمة جدا الناس الاخيار اللي زاء حضرتك ان شاء الله ما يزوش حد حتى لو حد اذاهم لكن خد بالك الناس الاخيار ما بيظلموش اللي ظلمهم لكن دايما الناس الظالمين ربنا بيصلة عليهم من هو اضلم منهم واشر منهم فياخد حق الاخيار باذن الله سبحانه وتعالى هذا هو قانون الله سبحانه وتعالى الناس الصالحين تحسن والتاني يا شيخ نعم انا عادي صالة الاستخارة صليها ازاي صعب حاضر يا فندم اشكرك اشكرك شكرا جزيلا حديث سيدنا جابر المشهور جدا في صلاة الاستخارة بيقول كان رسول الله صلى الله سلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها يقول اذا همى احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة يعني يتوضى ويصال ربنا ركعتهم وبعد ما يصال يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم مني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك وحدك تعلم ولا اعلم وانت اعلم الغيوم اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي ويسمي الامر ده فوفقني اليه وان كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه واخد ليه الخير حيث كان او حيث شئ ورديني به يا رب العالمين ونام صحية مخنوق من نوم لا اقدم على هذا العمل صحية مبسوط اقدم على هذا العمل لا مبسوط ولا مخنوق اكرر الاستخارة باذن الله سبحانه وتعالى كررت الاستخارة وما فيش فايدة مش عارف اعملي يبه في اليوم التالي كده عندما بعد ما صلى ركعتين وسلم الخاطر اللي حيجيلي في ادن اليومنا ان شاء الله يبه هو ده الصح باذن الله سبحانه وتعالى ودايما احنا نلجأ لربنا سبحانه وتعالى ونقول له اللهم اقدر لنا الخير حيث شئت وردنا به يا رب العالمين ربنا بيقدر العبد الخير سعاد بس هو مش راضي في ناس فقدوا نعمة الرضا مش راضيين بقضاء ربنا وقدروا يعني عايزين الدنيا تمشي زي ما هم عايزين خدوا بالحضراتكم وربنا قال لنا في القرآن ايه بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم يعني ايه الكلام ده عشان نفهمه بوضوح كده يعني ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مش علا هو احد قد يكون نموزك يقارب المسألة عريز بتجوز وعمل فرح ودعي المعزيم وعمل يدعو ربنا يقول يا رب طول الليل عشان الناس تفرح وتتبسط في الوقت نفسه واحد عيان مريض تعبان وزا بديع جدا وقول يا رب اصر الليلة دي عشان اصحى الصبح بادري اروح المستشفى خدوا بالكم ده بيقول المريض بيقول يا رب اصر الليل خدوا بالكم والعريز بيقول يا رب طول الليل عشان افرح وتبسط ده بقول يا رب طول الليل وده بقول يا رب اصر الليل طب ربنا سبحانه وتعالى حيستجيب لمين يا جماعة ربنا مش علا هو احد ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يخلي ليلي المريض ده دقيقة واحدة وفي الوقت نفسه قادر يطوي ليلي العرزة وخليه بالنسبة له ايام كتيرة جدا وساعات كتيرة جدا والله سبحانه وتعالى دائما وابدا على كل شيء قدير فاحنا واجبنا ان نفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى فوض الامر الينا نحن اولى بك منك يقول العرفون بالله اذا خيرت بين ان تختار وبين ان لا تختار فاختر ان لا تختار وفوض الامر لله الواحد القهار الذي خلق فسوى وقدر فهدى وسبحانه وتعالى على كل شيء قدير اعتقد في دروس كتير اوي بنتعلمها من قصة زواج سيدنا موسى من السيدة صافراء اول هذه الدروس المهمة جدا شوفوا ادب سيدنا موسى وحسن خلق سيدنا موسى ما نظرتش الى ما حرم الله سبحانه وتعالى محتاجين يبعى عندنا اخلاء محتاجين يبعى عندنا دين وفي تعاملنا مع المرأة كل خاطب محتاج ان يتعامل مع خطبته المعاملة يترضى ربنا سبحانه وتعالى شوفوا سيدنا موسى عليه السلام عمل ايه لما لقى اللي هذه البنت بشي قدامه والهوى بيعبت بصوبها اتكسف والسحية يريد شبابنا يبعى عندهم حياء ما ننظرش ابدا الى ما حرم الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام النظرة سهم قدوا بالك وجماعة النظرة سهم من سهام ابليس القاها في جوف ابن آدم من اتقاها مخافة الله مخافة الله سبحانه وتعالى اورسه الله عز وجل ايمانا يجد حلوته في قلبه لا عشان انت بس غضيت بصرك عما حرم الله ربنا قال لنا قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم خدوا بالحضراتكم السيدة صافراء اختارت زوجها عايز اقول بس حاجة مهمة جدا كمان ان الاب مش عيب لو لا واحد كويس قل له تعالى جاوزك بنتي مفيش عيب من ده ولا حرك في ده على الاطلاق اخطل بنتك وما تخطبش لابنك ده المسأل المصري وده صحيح سيدنا شعيب لما شاف موسى وكان فتى ومشاء الله عليه قال له تعالى أجاوزك بنتي وده مش عيب ولا حرك في هذه المسألة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزق كل البنات بأزواك صالحين يا رب اللهم ارزق كل البنات بأزواك صالحين يا رب اللهم اني اسألك من فضلك ان تجمل كل زوجة في عين زوجها فلا يرى غيرها يا رب العالمين اكيد كل الستة اللي شايفين دلوقتي يقولوا آمين من قلبوهم دلوقتي اللهم اجمل كل زوجة في عين زوجها فلا يرى غيرها يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعدمنا فأنت عين قادر والطب بنا يا مولانا في مجرد به المقادر اللهم الطب بنا لطفا يليق بك يا أرحم الراحمين إنك على ما تشاء قدير جزاكم الله خيرا أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم إلى اللقاء في الحلقة القادمة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة